المنتخب الأولمبي الحقيقة نجح مبارح فيه الفوز على مالي بهدف نظيف في مباراة افتتاح المجموعة الأولى في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بيواصل منتخبنا النهاردة بقيادة شوئي غريب تدريباته اليومية على أستاذ بيترو سبورت في إطار الإعداد لمباراة الجولة الثانية أمام منتخب غانا والمقرر لها تمانية مساء لاثنين المقبل في البطولة اللي بتستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري واللي بتؤهل لأولمبياد توكيو 2020 الجهاز الفني لمنتخبنا حرص على عقد جلسات مع اللعبين للتحفيز والمطالبة بنسيان لقاء مالي وضرورة حصد النقط الثلاثة والعلامة الكاملة في مباراة غانا المصيرية اللي هتحدد موقف الفرعنة في البطولة وتحديد المراكز في المجموعة خاصة أن اللوايح بتنص على تأهل أول وثاني المجموعة للدور قبل النهائي للبطولة طبعا كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا إن شاء الله إن بارح ناس كلها كانت متابعة بطبيعة الحال كان في حفل افتتاح شاهدوا أستاذ القاهرة وده رجعنا طبعا لبطولة كاس الأمم الإفريقية للكبار كان الحفل المعتاد طبعا في البطولات اللي هي بطولات الناشئين أو تحت 23 سنة تحديدا ما بيكونش فيها يعني افتتاحات بالشكل المبهر اللي حضراتكم بتعرفوه لكن إن بارح الحقيقة كان في حفل كان بسيط وكان جميل وكان مبهر كان معتاد وكان في حضور جماهيري برضو لازم نأكد على هذه النقطة لأن الجماهير متح لها طبعا حضور المباريات وده عن طريق تذكرتي إزاي ما كنا كده بنعمل في كاس الأمم الإفريقية للكبار الأسعار مخفضة بالمقارنة بالبطولة السابقة فكل الأجواء مهيئة ودام منتخبنا إن شاء الله أنه هو يحصد البطولة ويتأهل لأن اللي بيتأهل الأولمبياد هم أول ثلاث فرق والفرق الرابعة بتدخل ملحة مع إحدى الفرق الأسيوية اشتركوا في القناة